اشتركوا في القناة عليها اليوم بعرض افضل القنوات التاليمية في هذا المجال وبالمحتوى العربي اربطوا الاحزمة لنتعرف سويا على هذه القنوات في المركز الخامس قناة الاستاذ محمد عيسى عدد المشتركين على قناته يصل الى اكثر من مائتين وعشر الف مشترك بلغت عدد المشاهدة اكثر من واحد وعشرين مليون مشاهدة على مجمل ستة الاف ومائة واربعة وسبعين مقطع فيديو في القناة هذه القناة وببساطة هي موسوعة البرمجة بالمحتوى العربي حيث لم يترك الاستاذ محمد عيسى لغة برمجة الا وقدم فيها دورة تعليمية في قناته فقد تطرق لكل مجالات البرمجة تقريبا من برمجة تطبيقات سطح المكتب الى تطبيقات الوب والهواتف الذكية مرورا بالذكاء الاصطناعي سلسلة فيديوهات لمشاريع تبدأ معك من كتابة السطر الاول للكود الى اخر خطوة في الدورة لن تندم على متابعتك لهذه القناة هنا وصلنا لنهاية الدرس ونقولكم مع السلامة في المركز الرابع قناة حسونة اكاديمي للأستاذ احمد حسونة عدد المشتركين على قناته يصل الى مائتين وستة وعشرين الف مشترك حققت قناته اكثر من اربعة وعشرين مليون مشاهدة على مجمل اربعة الاف وثلاثمائة وسبعة وسبعين مقطع فيديو في القناة قوائم التشغيل في قناته مرتبة ومعنونة بطريقة رائعة حيث عرض فيها الاستاذ دورات تدريبية تقريبا لكل لغات البرمجة وحتى دروسا اكاديمية على مختلف انظمة التشغيل تجد في القناة سلسلة فيديوهات لمشاريع برمجها الاستاذ باشهر لغات البرمجة كالفيجيوال بايزيك والبايثون والجابا وغيرها هناك ايضا امثلة تطبيقية عن تصميم وبرمجة مواقع الوب وتطبيقات الهواتف الذكية بشكركم لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في المركز الثالث قناة الاستاذ نور حمسي بلغ عدد المشتركين في قناته 480 الف مشترك حققت قناته اكثر من 21 مليون مشاهدة على مجمل 411 فيديو في القناة تكلمنا من قبل عن قناة الاستاذ نور وقلنا انها مختصة في تصميم الجرافيك وتصميم وبرمجة مواقع الوب اليوم سنتطرق الى الشق الثاني والذي قدم فيه صاحب القناة دورات تعليمية عن تصميم مواقع الوب بدءا بتعلم لغة الـ HTML والCSS والجاباسكريبت وصولا الى لغة الـ PHP تركز القناة على الجانب الجمالي للموقع من خلال تصميم واجهات المواقع بلغة الـ SUS والرياكت والتي قدم فيهم الاستاذ نور دورتين متكاملتين من الالف الى الياء تجد ايضا في القناة كورس عن لغة البايثون والذي حقق اكثر من مليون مشاهدة حيث يشرح فيه الاستاذ نور اساسية هذه اللغة خطوة بخطوة ومن الصفر بالنهاية لا تنسوا اشتراك في القناة مشاركة الفيديو هذا كل شي لليوم في المركز الثاني قناة الزير ويب سكول للأستاذ العبقري اسامة محمد عدد المشتركين في قناته بلغ 498 الف مشترك حققت قناته اكثر من 50 مليون مشاهدة على مجمل 1904 فيديو في القناة انه المبرمج الذي لم يدرس البرمجة او علوم الحواسيب في الجامعة لكنه يعتبر احد المبرمجين الاكثر شهرة في العالم العربي من خلال قناته هاته والتي ابدع الاستاذ اسامة في شرح وايصال المعلومة كاملة شاملة وبطريقة بسيطة فيديوهات القناة متخصصة في جميع لغات البرمجة المستخدمة في تصميم وتطوير مواقع الوب هذه القناة تعتبر افضل خيار لمن اراد دخول هذا المجال فمن منظور الشخصي يعتبر الاستاذ اسامة افضل من قدم كورسا عن الورد برس بالمحتوى العربي حتى بات ينافس القنوات الاجنبية في جودة المحتوى المقدم شوفكم ان شاء الله مع الفيديو الجاي قريبا جدا والسلام عليكم في المركز الاول قناة ذنيو بغداد للاستاذ الرائع حسين الربيعي عدد المشتركين في القناة هو 567 الف مشترك حققت قناته اكثر من 39 مليون مشاهدة على مجمل 1812 فيديو في القناة تطرق الاستاذ حسين في دوراته التعليمية الى كل مجالة البرمجة تقريبا من برمجة تطبيقات سطح المكتب الى برمجة تطبيقات الهواتف الذكية ومواقع الوب تجد في القناة ايضا دورات عديدة لتعلم مختلف لغات البرمجة المعروفة في هذا الوسط ويجدر بالذكر الدورات التعليمية الكاملة للغة السي بلاس بلاس والتي تعد من احسن الضوارات في الوطن العربي المقدمة على هذه اللغة اتمنى اكونوا بهذا الفيديو اشرح لكم اكبر تحتاجونه شكرا لكم وفي اعمال الله الاكيد ان كل قناة من هذه القنوات تتميز بكرس معين في مجال معين في عالم البرمجة فعدد المشتركين القليل لا يعكس بالضرورة نقصا او شحا في المحتوى المقدم وعلى سبيل المثال فقناة الاستاذ خالد السعداني ستجد فيها افضل كرس قدم على لغة البرمجة السي شارب في العالم العربي لذلك يا عزيز المشاهد لا بأس بالاطلاع على هذه القنوات ومتابعة الاستاذ الذي تعجبك طريقة القائه وشرحه للدرس وفي الاخير لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد